اهلا بكم حبيبي الحلوين معايا في فيديو جديد النهاردة احنا النهاردة هنعمل معاكم سينابون اليقطين او القرع السينابون عندنا مختلف تماما وطعمه جميل قوي العجينة بتاعته من كتر الهشاشة بتاعتها عبارة عن قطن بس قبل ما نبتدي في مكوناتنا وطريقتنا ما تنسوش تدعموا قناتنا بلايك وسبسكرايب ودايما يهمنا قرقكم ما تنسوش تكتبوها لنا في الكومنتات احنا هنا عندنا زي ما انتو شايفين هنا القرع طبعا القرع قمته الغذائية عالية قوي وفيه عناصر مفيدة للكبار وللصغار بصراحة هو جميل جدا انا بعمل منه حاجات كتير قوي بعمل منه صنيت البشاميل بالمكسرات بعمل منه المهلبية بعمل منه ممكن وافل ممكن قرس بعمل منه العصير طبعا بعمله مع الايس كريم العصير ده بيبقى حاجة كده وهم ممكن نستبدل القرع ده بالبطاطا هنا زي ما انتو شايفين معايا احنا قشرناه وقطعناه طبعا التأشير ده كان معركة عشان هو الجلده بتاعته سميكة وقوية شوية فبيبقى صعب انا عن نفسي انا عملته بأشرط البطاطس يعني كان اسهل نوعا ما من استخدام السكينة قطعته بالشكل ده زي ما انتو شايفين وبحطه على النار النار بتكون هادية ما بضيفش عليه اي اضافات تماما لا بضيف لا سكر ولا مية ولا اي حاجة خالص هو بينزل مية منه نفسه وبيستوي فيها فزي ما انتو شايفين اهو احنا خلاص هاخده وحطه على النار انا بالفعل زي ما انتو شايفين هو خلاص في مرحلة السوى خلاص انا باخده بالشكل ده وبخزنه في اكياس باستنى لما يبرد وبعمل منه كل الوصفات اللي انا قلتلكم عليها باخد بس الكيس وطلعه قبلها وابدأ استخدمه الاول ما يفكر هنا زي ما انتو شايفين المقادير بتاعتنا بتاعت السينابون انا عندي السينابون هنا العجينة دي بالزيت بتكون لينة وطرية قوي شوية فانا هنا هقولكو عالمكونات لو عملتوها خطوة خطوة زي ما انا عملتها هيطلع معاكم السينابون ملهوش اي حل بصراحة هيعجبكم جدا هنا عندي كبايتين دقيق وعندي نص وعندي كباية قرع المهروس القرع وعندي هنا نص كباية لبن نص الكباية اللبن دي انا حطاها ممكن استخدمها وممكن لأ يعني على حسب العجينة معايا هنا زي ما انتو شايفين المهروس القرع هو يعتبر ناعم قوي وانا هعمله في العجينة لو فيه اي حاجة هيدوب فيها اكتر عندي هنا بيضة عندي معلقتين سكر هنا بقى ده السر بتاعنا بصراحة انا باعتبر ان معلقة كبيرة كريم شانتي دي التكة اللي في السينابون بتفرق جدا في العجينة بتخليها حاجة تانية يعني الطعم كده بيبقى فعلا حكاية عندي كمان معلقة كبيرة لبن بودر وعندي معلقة خميرة وعندي مكعبين كبار زبدة وزي ما انتو هنا شايفين معانا احنا هنبدأ في العجينة واحدة واحدة وخطوة خطوة اول حاجة هنعملها هنضرب البيضة مع السكر مع الزبدة وهنحط كمان زرة الفانيليا ونضربهم جدا مع بعض كويس لحد ما يتمسجوا كويس قوي ويعملو لنا خليط كريمي وتحسوا ان لونها تغير ولونها اختلف بقى فاتح كده واشبه بالكريمة زي ما انتو شايفين كده معايا لازم نضربها كويس قوي عشان هي دي هتفرق معانا دي من الحاجات المهمة اللي بتساعد على ان العجينة تكون هشة هنا هضيف مهروس القرع واضرب كمان كويس ان هم يتجنسوا مع بعض ويختلطوا كويس اكتر بالشكل ده هنا اخر مرحلة بضيف اللبن البودر على الدقيق وكمان الخميرة وقلبهم كده مع بعض وابدى اضيف الدقيق واحدة واحدة للخليط اللي عندنا ما بضيفش الكمية كلها مرة واحدة بضيف واحدة واحدة الكمية معايا هي العجينة بتبقى لينة قوي وطرية قوي زيادة عن اللزوم غير السينابون العادي لان اليقطين او القرع ده بيديها طراوة وبيخليها طرية قوي بس ده بيفرق في الطعم وبيفرق في قوام العجينة هي بتبقى صعبة شوية في الشغل عن العجينة التانية بس بيفرق في الطعم تماما زي ما انتو شايفين هنا خلاص العجينة بتاعتنا تعتبر خلصت انا بحطها بقى كده في طبق تاني برش فيه شوية دقيق وبغطيها بلفها وبعدين بسيبها خالص ترتاح مع نفسها وترفع وتخمر لحد ما خلاص توصل معانا للقوام اللي احنا او للرفع اللي احنا عايزنا زي ما انتو شايفين هنا معايا خلاص خمرت شايفين الفقاقيع والبابلز والهوى اللي فيها كل ده ده طبعا بينجح العجينة قوي وبيخليها كويسة احنا دلوقتي هنفرد العجينة في مرحلة الفرد كلها هوا كلها فقاقية عملت فرقعة تحت ايدي جميلة قوي بصراحة هنا بنحاول بقى نخبزها كده ونفرد العجينة اهم حاجة ان العجينة تكون سمك واحد يعني ما تكونش تخينة من حتة ورؤياء من حتة لأ نحاول بقدر الامكان ان احنا نزبط السمك وان هي تكون سمك واحد هنا زي ما انتو شايفين احنا خلاص فردنا العجينة بندهنها بقى زبدة كده ركيزوا بقى في الخطوات دي بندهنها ايه زبدة وبعد كده هنعمل الحشوة بقى اللي جوه الحشوة اللي جوه بتاعتها دي برضو من الحاجات يعني هو ده اساسا السينابون واصل السينابون الحشوة اللي جوه عندي هنا سكر بني بحط حوالي نصف كباية سكر بني هو السكر ايه الميزة ان احنا نستخدم سكر بني هو بيدوب بس بسرعة بس لو مش متوفر او مش موجود عادي جدا ما فيش مشكلة نستخدم سكر ابيض مش هيقول لا يعني وبعدين بنحط معلقة كبيرة ارفة وعندي برضو تاكة في الحشوة بضيف معلقة كبيرة شوكولاتة بودر دي باعتبرها تاكة بصراحة يعني انا الهزم بضيفها في الحشوة بتفرق جدا في الطعم مع الارفة بتفرق جدا بتضي طعم جميل بفردها كده زي ما انتم شايفين الخليط ده وبحاول بقى ابرمها ارلها كده زي الرول هي طبعا صعبة شوية معايا نوعا ما لان العجينة لينة قوي وطرية زي ما قلتلكم بس بحاول اهو واحدة واحدة قدر الامكان ان انا ازبطها والفها وزي ما انتم شايفين كده خلاص انا دلوقتي بدهن الصينية بدهنها زبدة وبما ان العجينة لينة فاي بطقطعها بالسكينة صعبة قوي فشفتوا انا بقطعها بايه بخيط بدهن بحط شوية دقيق على الخيط وباخدها كده من تحت وبعملهم عكس عكاس كده وبقوم شديهم هنا بعلم كده بالخطوط على اساس يكونوا يعني نفس المقاسات الى حد ما هنا خلاص خلصتهم كلهم ورستهم في الصينية بس بهم برضو يرتاحوا شوية ايمة نص ساعة كده وبعدين بدخلهم الفرن على درجة حرارة متوسطة هنا خلصوا معايا وطلعناها من الفرن شايفين شكلهم حلوة قوي ورحتهم جميلة انا حاول اقطع معاكم واحدة على اساس اواريكم قدقيل عجينة هشة قوي وطرية وجميلة هي بصعوبة شوية شايفين هشة جدا جدا يعني فعلا عبارة عن قطن انا حاسة ان انا مسكة قطن في ايدي والله تحفى جدا وهتعجبكو قوي قوي اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها وزي ما انتوا شايفين احنا كده خلاص السينابون بتاعنا خلصان احنا طبعا كنا عملنا قبل كده صوصات السينابون هحط لكم اللينك بتاع الصوصات موجود في صندوق الوصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا